اكد معالي الشيخ سلبان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين على موصلة فتح مسارات جديدة من الشراكات المالية والاقتصادية مع مختلف دول العالم وذلك بالاستفادة مما تتمتع به من مقومات جاذبة للاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية مشيرا معالي الى اهمية البناء على ما تحقق من نتائج مثمرة من مختلف الشراكات والعمل على تعزيزها بما يحقق التطلعات المنشودة جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بحضور سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء معالي السيد كين اوفوري اتا كبير المستشاري لرئيس جمهورية غانا والمبعوث الخاص للمالية الدولية والاستثمار حيث لفت معالي الى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية غانا الصديقة وما تشهده على الدوام تطور ونمو ملحوظ في مختلف المجالات والحرص المتبادل على تنميتها بما يحقق الاهداف والتطلعات المشتركة لصالح البلدين الصديقين كما تم خلال اللقاء استعراض اوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها نحو مستويات اشمل مشيرا معاليه الى اهمية الدفع بالعلاقات الثنائية نحو اثاق ارحب من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وبالاخص فيما يتعلق بالمجالين المالي والاقتصادي بما يسهم في خلق فرص نوعية تعود بالخير والنماء لصالح البلدين وشعبيهم الصديقين ترجمة نانسي قنقر